للشباب وللبلد وللمجتمع ولكل الناس دي الناس الوعية؟ اه طبعا مش عاد تشوف الناس اللي دماء خفيف؟ ايه؟ يا خبر في الاخبار صباح النعناع استاذ عبدالقادر عحمد علي الاستاذ استاذ عبدالقادر محمد علي من الكتاب السخرين قوي لا شوف بقى منابي متحرق المفاجئة اتفاضل خلي الناس ايه رمت تشوفها بتعمل استاذ عبدالقادر عبدالقادر محمد علي صباح النعناع اه هو مش طويلة فحقراها زي ما كتابها ايه اللهم لا حسن الاهل فاز بكأس مصر وواصل هوايته في التكويش وحشر الكؤوس والميداليات في دواليبه دون مراعاة لمشاعر الاخرين او لدموع الارامل والثكالة ونحن بن قصين نحن الزمالكوية هو زمالكاوي ايه بالنعمة الشريفة اننا فرحانين بالاهل الشقيق فرحة ابن زرزور ليلة اعدام جزومه واننا لنضمر له حقدا ولا حسدا ولا ضغينا ولا اشغل بالنا قابلا ان احنا خرجنا من مولد بلا حمص ونحن واشنو هنقوه بقلب صافي نهتب بكل روح رياضية جات ننيلة في حظنا الهباب بفكرني بزميلي وعزيزي رحمة الله عليه في كلية الزراعة الخفيف الزر طارق جمعة فبقوله فلان فلاني دفعتنا دا كان واحد بيغش واترفت سنتين والتاح وفجأة لقناه مليونير اتخرج بقى رجل عمال كبير قلت له فلان دا عمل شركة كذا وكذا 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 الجمال انك انت تقلب كل شيء الى سبب للابتسامة والضحكة اخر هزيمة للزمالك لما خرج من الكاس بستاذ عبدالقادر وهو واحد من الكتاب الكبار زمالكاوي قوي فمزاجه متعكر اه فمش عارف يكتب ايه ففي الزاوية بتاعته في الاخبار راح كاتب هذا المحل مغلق اليوم بسبب الانتكاس انت الزمالك لا حاجة قوله بقى لدي كاتب ساخر كاتب ساخر والله طعم الحقيقة من الاعمدة المهمة كمان في الصحابة